السلام عليكم هنحضر لكم النهاردة سريلاك الأرز للأطفال الرضع وهنحضر منه وجبات مختلفة كلها تحضرها سهل وكمان بتقدم لطفل قيمة غزائية عالية جدا جدا واللي محضرنا سريلاك الأرز النهاردة وكل الوجبات اللي هتتعمل منه قناة فود مود وقناة فود مود قناة ممتازة جدا للطبخ على يوتيوب عليها فيديوهات لأفكار وجبات ممتازة جدا للرضع والأطفال رابط قناة فود مود موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو وبالمناسبة سريلاك الأرز اللي هنحضره في الفيديو ده نقدر نقدمه للأطفال الرضع من بداية إدخال الطعام للطفل يعني أول الطفل ما يتم أربع شهور ويستوفى شروط الأكل نقدر نقدم له سريلاك الأرز والأصناف اللي هنضفها على السريلاك برضو هتقول لنا الوجبة دي ينفع نقدمها من عمر قد إيه كمثال لو هنحضر سريلاك الأرز ونضيف عليه الكوسة المسدوقة والمهروسة يبقى الوجبة دي تنفع من بعد الشهر الرابع طب لو هنضيف الجزر المسدوقة والمهروس برضو تنفع من بعد الشهر الرابع طب لو هنضيف القرع العسل أو اليقطين برضو تنفع من بعد الشهر الرابع طب لو هنضيف الموز تنفع من بعد الشهر الرابع طب لو هنضيف بعض البروتينات زي الدجاج أو البقوليات زي الحمص أو اللوبيا أو الفصولية كده بقى مسموح من بعد الشهر السادس لأن الأصناف دي مسموحة من بعد الشهر السادس طب لو هنضيف المكسرات يبقى برضو من بعد الشهر السادس لو عاوزين تعرفوا كل أصناف الطعام مسموح نديها للطفل الرضيع من عمر قد إيه هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو وأول تعليق وثبت تحت الفيديو هسيبكم دلوقتي مع طريق التحضير سريلاك الأرز في البيت وطريق التحضير وجبات صحية ومغذية لطفلك الرضيع إزايكم عاملين إيه؟ يارب تكونوا بخير وأطفالكم بخير وبصحة موضوعنا النهاردة إزاي نحن نحضر سريلاك الرز في البيت بطريقة صحية بداية من مطحون الرز لحد لما نكون منه وجبات مختلفة وأول حاجة هبدأ معاكم بتحضيرها هو دي الرز أو مطحون الرز هنحضره في البيت بطريقة بسيطة جدا يا ماما مش تاخد منك أي وقت يلا نشوف هنجهزه زي مع بعض أول حاجة هحتاج معايا حوالي كوباية من الرز المخصول واللي هنقعه كده حوالي ربع ساعة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم بالزبط ما نقطرش طبعا في فترة النقع يعني ربع ساعة كويس قوي وبعد كده هبدأ أن أنا أصف الرز ده كويس جدا جدا من أي مية موجودة فيه وبعد كده عندنا على أي قماشة أو أي فوطة نظيفة تماما ومتعقمة بأكد تاني أن الفوطة اللي بنستخدمها تكون مخصصة للحاجات دي هبدأ أن أنا أفرد عليها الرز كويس قوي قوي أفرده كده واسيب إيه يعني مسافة ما بينهم بحيث أدري فرصة أن يتهوى كويس وأبدأ كده بالفترة أنا أضغط على الرز بحيث أخرج السوائل اللي موجودة فيه أنا شخصيا نسبته كده ساعتين تلاتة وقعت كده بأجاهز معايا تماما لو أنت مستعجلة علي يا ماما نشفيه كويس ويدي له كده تحميصة بسيطة على التصع أنا المدة اللي أخدها معايا يعني حوالي كده ساعتين تلاتة أنا سيبته برحته خالص وبعد المدة ما عدت لقيت أن الرز بقى جاهز معايا خالص مفيش فيه ولا نقطة مياه زي ما أنتوا شايفين لما باجي كده أحركه بيتحرك معايا أكنه رز مش مخصول يعني بقى نشف تماما في المرحلة دي هو بقى جاهز معايا للطحن على طول ممنوع جدا أن نحنا نضيف الرز بنادي يعني فيه شوية مياه أو فيه رطوبة لازم أن نحنا نخرج الرطوبة دي منه زي ما قلت لكو يا أما السبيين شف تماما وياخد وقته يأمنك تحمصيه على الطاصة كده بسيط بحيث أن نحنا نطمن نفيش فيه أي سوايد وبعد كده في المطحنة هبدأ أن أنا أطحن الرز كده أضرب ووقف أضرب ووقف لحد لما يوصل لقوام الباودر حسب رغبتكم وبكده بقى جاهز معاك يا ماما مطحون الرز كل اللي عليك تعمليه هتحتفز به في برطمان معقم محكم الغلق وتحطيه كده في رفل تلاجة وكل لما تحتاجي بقى تضيفيه على أي حاجة لطفلك هيكون جاهز معاكي وبدون ما تلجأي لأي اختيارات صحية وبدون ما تشتري من بره بأسعار خز عبلية وبعد ما بقى مطحون الرز عندنا جاهز أو ديء الرز بقى جاهز تعالوا نحضر مع بعض سريلاك الرز السادة اللي هو ما فيهوش أي اختراعات خالص حاجة كده تقدر تقدميها لطفلك بعد لما يخلص تماما الشهر الرابع ياخد التطعيم يقفل الرابع مهروس الرز أو سريلاك الرز من الحاجات أو الأصناف المفضلة ان احنا ندخلها لأطفالنا مع بداية دخول الأكل وبتحسسهم بالشبع لفترة طويلة برعا معلقة كبيرة من ديء الرز اللي جاهزنا مع بعض علي من نص 3-4 كباية من المية ارفعهم على نار هادية لحد لما القوام يتماسك ويبقى كريمي زي ما انتم شايفين قدامكم كده حاسين ان القوام تقل مننا هخفف يقام بشوية مية أو بحليب الأم على البارد كده أو بحليب الطفل برضو على البارد وكده بقى جاهز معاكي قدمي الطفلك بأمان بعد انتهاء الشهر الرابع الخطوة اللي بعد كده تعالوا بقى نوظف سريلاك الرز ده ونحضر منه أصناف مختلفة ونكون منه وجبات متكاملة وأول صنف معانا أو وجبة معانا عبارة عن إيه سريلاك الرز بالطفاح والمكسرات عندي عبارة كده عن معلقة كبيرة من مطحون الرز اللي احنا جاهزنا مع بعض وعندي حوالي نص ثمرة من الطفاح المتأشر وكمان 3-4 وحدات كده من اللوز أو أي نوع مكسرات تفضلوه ولو مش متوفر عندكم اللوز هقول لكم إيه البديل في آخر الوصفة هناخد المكونات اللي أنا قلتلكو عليها الرز واللوز والطفاح المتأشر أضيف عليهم قباية من المياه وبعد كده أبدأ أرفعهم على نار هادية كده يعني قدر الإمكان تكون شامعة كده يفضل إن احنا نسوي أكل ولدنا يعني نار بتاعتنا تكون هادية لحد لما المكونات كده إيه تتجانس وتتمسك مع بعض وبعدين هنعمل إيه هناخد المكونات دي ونضربها كده بقى بالبلندر أو في الفوت بروسسور اللي متوفر عندكم طيب أنا مش متوفر عندي اللوز مفيش أي مشكلة عندك حاجة من الاتنين هتبدأي تسلوقي التفاح مع الرز وبعد لما تسلوقيهم هتضيفي معلقة من الزبادي طيب مش متوفر الزبادي هتضيف معلقة كبيرة من حليب الأم أو حليب الطفل ده هيكون البروتين علشان تبقى وجبتنا وجبة متكاملة وبس كده مهروس الرز مع التفاح واللوز هيكون مناسب لأطفالنا ابتداء من الشهر السادس بعد تجربة كل المكونات لوحدها في الأول النوع الثاني من السريلاك اللي بنلاقيه بيباع معلب وغالي في السوبر ماركت هو سريلاك الرز مع الخضروات أنا هنا حضرت لكم كده وجبة متكاملة طعمها يجنن عذا كنت جربوا الميكس اللي أنا ضيفاتها حلوة قوي عبارة عن حمص مع شوية من الخضار المشكل اللي هو عبارة عن فصولية ودرة وجزر وبزلة ومعلاقة كبيرة من دي الرز اللي احنا حضرناه مع بعض بعد كده هضيف كوباية من المية وابدأ ان انا ارفع المكونات دي كلها على نار هادية لحد لما تتجانس تماما طبعا عايزة الفت نظركوا الحاجة ان الحمص انا اصلا سلقاء اساسا وكان عندي في الفريزر وكمان الخضار اللي مشكل فهو عبارة عن خضار سوتي يعني بس محتاج بس ياخد ايه غلوة بسيطة مع الرز يعني ما فيش حاجة مضافة ناية او محتاجة تاخد وقت للتسوية لو الحاجات دي عندك فريش يا مامو هتعمل ايه هتسلقيها في الاول وبعدين تضيفي الرز في الاخر عشان ما بياخدش وقت هو بالزبط يعني ايه خمس ست دقايق كده وبعدين نرفعهم من على النار ونبدأ ان احنا نضربهم كويس وطبعا ما فيش ما يمنع كده من راشة كمون قدميها لطفلك بامان ابداء من الشهر السابع بعد تجربة كل المكونات مع مراعاة ان السريلاك ده لا يناسب اصحاب اينيميا الفول اخر وجبة نحضرها مع بعض النهاردة هو سريلاك الرز بالفراخ والخضار الخضار هنا لانا ضيفه كوسة وجزر طبعا بقى نقدر نلعب في الخضار براحتنا عندك بروكلي عندك ارنبيت عندك سبانخ يا ماما اي خضار ورقي ينفع اي خضار متوفر عندك في البيت ينفع طريقة التسوية المراضي هتكون مختلفة لان ولا الفراخ ولا الخضار مستويين كويس فالاول هنعمل ايه? كبات مية هبدأ ان اسلق فيهم القطعة الفراخ مع شرايح رفيعة من الخضار ما انتخانش كده سمك الخضار عشان ما ياخدش وقت على النار يقمت بشروه يقمت قطعه رفيعة خالص بعد كده رفعته على النار لحد لما دخل خلاص في السوة وضفت اخر حاجة معلقة كبيرة من الرز دوبتها كده في نص كبات مية وبعدين اخدتهم رفعتهم كلهم على ايه? على النار تقدروا على فكرة كمان تساول الخضارة على البخار وبعد كده تضيفهم الرز يعني حسب رغبتكم ارفعوا على النار كده خمس ست دقيق وكده بقت كل المكونات مستوية تماما المكونات كلها بقت نتجة وكاملة السوة هنبدأ ان احنا اما نقدمها مهروسة او مضروبة هي مناسبة اطفالنا بدأة من الشهر السادس بعد تجربة كل المكونات انا افضل شخصيا يعني لو طفلك بدأ السادس او خلصه خاصة لو قوام الاتل مش مستهل يتضرب انكو تهرسوه ناعم يعني اهرسيه كده بالشوكة ده هيسهل عليكي بعد كده مرحلة تخشين الاكل عايز اعرفكم كمان ان جميع الوجبات اللي فاتت مناسبة لو طفلك عنده حساسية من الجلوتين وبكده تكون خلصت افكارنا استنونا ان شاء الله في افكار جاية كتير بنشكر قناة فود مود على الفيديو الممتاز جدا اللي حضرته لنا النهاردة وبالمناسبة رابط قناة فود مود موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو هتلاقي عليها وصفات ممتازة جدا للردع والاطفال ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يارب يكون عجبكو نشوفكم الفيديو جاي ان شاء الله على خير سلام